ناقش مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة لليمن في اجتماعه الثامن عشر بمركز الملك سلماء للإغاثة بالرياض ما سيتم تفزيعه من مساعدات إغاثية لليمن خلال الشهر القادم إضافة إلى مناقشة ما تم تفزيعه من مساعدات في كافة المحافظات اليمنية وقدمت اللجنة العليا للإغاثة خلال الاجتماع عرضا شاملا عن الوضع الإنساني في اليمن وانتهاكات الميليشيا الإنقلابية بحق أبناء الشعب اليمنية وعرض أعضاء مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية جهودهم الإغاثية والإنسانية المقدمة لليمن خلال الفترة الماضية وما سيتم تقديمه خلال المرحلة القادمة وناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة في الاجتماع دعم الطلاب اليمنيين والمبتعثين في الخارج مثمنا جهود الأشقاء في دول مجلس التعاون الخالجي في دعم الحكومة اليمنية والشعب اليمني في كافة المجالات